بسم الله الرحمن الرحيم ضمن أجواء التعاون وتقبل التشخيص بمهنية مما يساهم في ترشيد أداء الحكومة ووزاراتها وبالتأكيد المهمة هي مهمة وطنية ليست الحكومة فقط معنية وإنما نحن جميعا حكومة وسلطات ومجتمع وبالتأكيد الإعلامين هم في مقدمة الجهات المعنية والحريصة على نجاح هذه المهمة اليوم مثل ما تحرفون هو الاجتماع الثاني كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة توجيهات عامة اليوم اجتماع الجلسة بجدوى العمال وأكدنا على ابتداء قبل أن ندخل المحاور على الرؤية رؤية الحكومة في عملها للمرحلة القادمة وفق المنهاج الوزاري الذي يعقبه برنامج حكومي حددنا ثلاثة أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي وستكون هناك لجنة من مجلس الوزراء من الحكومة تتواصل وتنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج الأسبوع الرابع سوف يتم مناقشة البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء حتى يبدأ العد التنازلي للتقييم تقييم الوزارات والمحافظات والجهات ذات العلاقة أوضحنا للسيدات والسادة أعضاء مجلس الوزراء تحديد أهداف وبرامج وفق أولويات المنهاج الوزاري يعني مرة نحن نتوسع في برنامج حكومي طموح وقد لا ينفذ في ظل التحديات والأزمات المالية الفنية الإدارية القانونية وبرنا لا نحن كحكومة سواء كان بالمنهاج وإن شاء الله يكون في البرنامج نريد أن نذهب إلى أولويات تحاكي معاناة المواطنين بحيث يكون ملموسة الأثر في أقرب وقت ممكن إن شاء الله أولوياتنا معروف أخواني الأعزاء الفقر والبطالة ومكافحة الفساد الإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات يمكن لاحظتوا خلال الأيام الماضية كانت لدينا زيارات هذه الزيارات مرتبطة بالأولويات اللي لكرتها الآن مو زيارات روتينية نقعد بالوزارة وناخذ صورة واجتماع ونطلع أكو توجيهات في كل اجتماع وجهت للوزارة المعنية سواء كانت صحة وقبلها التجارة كان اجتماع هنا في المكتب كلها تتعلق بمواضيع محددة يتابعها فريق من المستشارين إضافة للسيد الوزير المعني وأكو سقف زمني حتى نشوف هذه التوجيهات وشنة اللي تنفذ فزياراتنا اللي راح تستمر لكل الجهات بما يرتبط بتنفيذ المنهاج الوزاري هي ضمن هذا التصور كان لقائنا مع السيد وزير التجارة وأحد المدراء العامين بشأن مفردات البطاقة التموينية ما نقدر نخوض ببعض التفاصيل لأنه الخوض فيها قد يأثر على الأسواق يعني ما نريد نقوله نتعاقد على الكمية من المادة الفلانية تأثر حتى على السوق العالمية بس ضمن هذا الإطار حتى نعزز خزيننا الستراتيجي للمفردات البطاقة التموينية كانت التوجيهات واضحة وصريحة للمواد الأساسية فنكتفي بهذا القدر فيما يخص المفردات البطاقة التموينية زيارتنا الوزارة الصحة تتعلق بتحسين الخدمات محورين أساسيين في مسألة تحسين الخدمات للقطاع الصحي اللي نعتقد بالإمكان تنفيذه في المنهاج والبردامج الحكومي إدارة العملية بالوقت الحاضر تحسين الخدمات بالتوازي نذهب باتجاه تنفيذ قانون الضمان الصحي اللي هو قانون نافذ وواجب التطبيق وهذا إرادة لمقدمات وإرادة لعمل من حيث إعداد قاعدة البيانات ومسألة تقديم الخدمة ويحتاج له وهذا اللي يخص حضراتكم يحتاج له إشاعة ثقافة الضمان الصحي وهذا هو المسار الصحي لتحسين واقع الخدمات الصحية كل التجارب الإقليمية والدولية هي مبنية على قانون الضمان الصحي حتى نحسن الخدمة للمواطن مع التقيد بالحفاظ على المستويات يعني يكون مستويات راح تتكفل بها الدولة الفئات الفقيرة المتوسطة وتتصاعد مع مستوى الدخل لباقي الفئات وباقي المواطنين فمسألة الحق الدستوري في خدمة الصحة هذه متفق عليها وموجودة في أدبيات وتفاصيل القانون أيضا يهمنا في جانب القطاع الصحي لدينا مستشفيات جديدة غير مشغولة لحد الآن أو قسم من عدها نسبة الإشغال لا تتجاوز 20% نتكلم عن مشاريع 500 سرير هناك عروض من شركات أجنبية باتفاق سوف يكون مع وزارة الصحة لتشغيل المشترك أو الاستثمار أنتم تعرفون اليوم أغلب المواطنين وللأسف يضطرون يغادرون إلى خارج العراق للعلاج نريد من خلال هذا النموذج أو الموديل الاقتصادي اللي راح نتفق مع هذه الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات مع الاعتماد على كوادرنا وخريجيننا من مختلف التخصصات أنه نشغل هذه المستشفيات وفق أنظمتها الصحية هذه الأنظمة اللي قاعد يلجأ لها المواطن للخارج ويضطر يسافر لهناك هذه المحاور معالجة هذا الواقع الحالي للخدمات مع استثمار المستشفيات الجديدة وإكمال المشاريع المتلكية ورح أجيب عليها في أحد القرارات والمحور الثاني لتنفيذ قانون الضمان الصحي بتقديرنا هو الكفيل بتحسين واقع الصحة وتقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية لعموم المواطنين كانت لدينا أيضا زيارة للعمليات المشتركة واستمعنا إلى إجاز من الهيئات المعنية في العمليات للإطلاع على واقع جاهزية قواتنا الأمنية في مختلف صنوفه وأكدنا على حقائق مهمة منها أن النظام السياسي بعد 2003 قائم على الدستور الذي غمن للمواطنين حقوق 32 مادة دستورية حقوق مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية واقتصادية واجتماعية الدولة بكافة سلطاتها معنية بضمان تمتع المواطن بهذه الحقوق والأجهزة الأمنية هي جزء مهم من أداء السلطات للحفاظ على هذه الحقوق وبالتالي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي استثمار سياسي ولا تتدخل في أي مناكفات أو تجاذبات سياسية بالمقابل هي معنية بالحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة هذه الموازنة التي يجب أن تكون حاضرة أمام الجميع سيارتنا لهيئة النزاة واللقاء الذي حصل مع الملاك الهيئة من مدراء عامين ومسؤولي أقسام وشعب في هذه الهيئة الرقابية الدستورية نحن أطلقنا مصطلح جائحة الفساد ونحن نعني بهذا المصطلح وهذه الجائحة هي تهديد خطير للدولة العراقية أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية وبلغت الجرأة والوقاحة للفاسدين في نهب المال العام إلى الحد التي وصلت إلى سرقة أكثر من ثلاثة تريليون وسبعمائة مليار في قضية سيئة الصيد وقضية الأمانات الضريبية والكمركية طبعا أنا ما أنظر للسرقة فقط من منظور واحد أنظر للجرأة التي يمتلكها هذا الموظف الذي رتب هذه الأوراق ومن معه ومن ساهم في التخطية هؤلاء اتخذوا قرار للقيام بهذه العملية لأن عدهم قناعة أنه في هذه الدولة ما كوا محاسبة وما كوا ردع هذا الجزء الأخطر ما معناه أنه هناك بني يفكر في هذه العملية لأنه ما كوا ردع فعليه أنه يخطط العملية شلون الأكشن اللي نشوفها بالأفلام يخطط حتى يسرق ويفلت من العقاب هنا الخطورة توصل عند البعض أنه الواقع هكذا في هذه الدولة بعدها نأتي للمحاسبة وشلون نسترد المبلغ وكذا هذه الإجراءات ماضية فيها وتتابع يوميا وفيها تفاصيل كثيرة بالتأكيد لا نستطيع أن نعلن عنها لأنه تأثر على سير التحقيقات ضمن هذه الفترة يعني كانت هناك اتصالات ولقاءات مع السلك الدبلوماسي واتصالات مع رؤساء الدول الأقليمية ودولية كلها أكدت على دعم العراق واحترام إرادة البرلمان في قراره بمنحة ثقة للحكومة وأكدنا لخلال هذه الاتصالات واللقاءات التي حصلت مع الأشقاء والأصدقاء أنه منهجنا منهج واضح وصريح في إقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية الشقيقة اللي هي تمثل عمقنا العربي ومع الدول الجوار الدول الصديقة ومع كافة الدول العالمة مبنية على الاحترام المتبادئ واحترام سيادة العراق والمصالح المشترك ووصلتنا إلى مصلحة العراق أينما تكون سوف تستمر مسيرة الدولة العراقية بهذا الاتجاه اليوم ضمن جدول الأعمال منهجيتنا طبعا في مواضيع الجدول الأعمال مجلس الوزراء مبنية على القرارات المهمة اللي يحتاجها المواضيع يعني مو قرارات روتينية مجرد حشو في جدول الأعمال أحنا عدنا سباق مع الزمن كيف نستعجل حتى نقدم الخدمة للمواطن العراقي ونخفف من معاناته لذلك قاعد نختار المواضيع اللي تلامس هذه القضية هناك مواضيع حاكمة مضطرين أنه نتخذ بها قرارات اليوم أحد القرارات البهمة واللي يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لسنة 2022 والذي يتضمن أن حكومة تصريف الأمور اليومية الحكومة السابقة ليس لديها الصلاحية في إصدار أوامر التعيين والعطاء الموافقات والاتفاقات وباقي الصلاحيات اللي هي صلاحيات حصرية لحكومة دائمية فهذا قرار ملزم وواجب التطبيق من قبل الحكومة عرض اليوم على مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالموافقة طبعاً رح قد يثير استفهامات لأنه تعلق بإلغاء تعيينات لرؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين هذا موضع من سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية هذا قرار محكمة اتحادية واجب التطبيق ومنهج عمل هذه الحكومة سوف يكون باتجاه تنفيذ القانون وتنفيذ قرارات القضائية قسم مهم منهم سوف يتم تكليفهم يجوز بكرة صدر أوامر بتكليفهم لكن تكليفهم رح يكون من حكومة تمتلك الصلاحية يعني ما عندنا إشكال على الأشخاص بقدر ما يريد يتم تكييف وضحهم القانوني وفق الدستور والقانون والقرارات وقرار معكمة الاتحادية اليوم أيضا وهذا يرتبط برؤيتنا لتقديم الخدمات العاجلة الخدمات احنا نقسمها محورة أكو مشاريع متوقفة وطيلة الفترة الماضية عملنا جرد وتصنيف لهذه المشاريع كلها مشاريع قدمية صنفناها المشاريع دون الخمسين بالمئة نسبة التنفيذ خمسين إلى سبعين بالمئة أكثر من سبعين بالمئة فبالتأكيد رح نركز على المشاريع ما فوق سبعين بالمئة حتى تنجز بأسرع وقت ممكن كلها مستشفيات ومدارس وشوارع ومشاريع مياه الصرف الصحي ومشاريع البلدية ومشاريع الطرق ومتوقفة منذ عام 2013 تنفذ جزء نسبة منعتها تتوقف وفق الظروف والأحداث فهذه رح تكون ضمن سلم أولوياتنا حتى ننفذها بالسرعة الممكنة المحور الثاني في تقديم الخدمات هو الخدمات العاجلة شكلنا جهد هندسي يضم آليات تخصصية من كافة الوزارات والهيئات سوف تقوم بمشاريع خدمية فورية إن شاء الله هيئنا كل المستلزمات القانونية لهذا الجهد الهندسي اللي شكلت على ضوء القرار القانوني أو الرأي القانوني والمالي والإداري لجنة مختصة من مهندسين ومسؤولين من كافة أو من بعض الوزارات والجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشاريع بطريقة التنفيذ المباشر يعني مو بالتعاقدات يعني راح ننزل للميدان وننفذ راح ننوجه هذا الجهد كله في محافظة سين ننتقل للمحافظة الثانية وهكذا عدنا جرد وكشف بالمشاريع اللي يريد ننفذها من خلال هذا التنفيذ المباشر التنفيذ المباشر أحد أساليب التعاقد تنفيذ مباشر تنفيذ أمانة مناقصة وهكذا تعرفون ندخل بالتعريمات والضوابط معناه احنا نأخذنا إجراءات احنا عدنا مهندسين ثنيين وعدنا آليات ونقدر نأخذ مناقلة من الموازنة ونبدأ احنا ننفذ اليوم المهندس العراقي اللي بنى العراق طيلة السنوات ما يعجز عنه ينفذ لشارع أو طريق يمثل عقدة للمواطنين وبدأت تسميتها بالطريق الموت أو منطقة مأهولة بالسكان وتفتقر للخدمات بس من الخدمات نفذتها الأهالي من شخصيا يعني جمعوه ونفذوا ونفذوا مشاريع المجاري والكهرباء وبقد التبليط والتأثيث الشارع والربط هذه الأحياء بالشوارع الرئيسية هذه مهمتنا خصوصا هذه الأحياء أحياء نظامية وإن كانت خارج حدود البلدية وتعرفون هذا الموضوع يراد لفتحديث وإجراءات فراح ننزل بقوة إن شاء الله في هذا الأمر وبالتأكيد سوف يكون هناك فارق واضح في مناطق أنتم راح تغطوها وتشوفوها إن شاء الله وتكونوا نعاون معنا في مساعدتنا في تنفيذ هذا المشروع الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023 متأخرة بسبب استلام الحكومة أو الحكومة السابقة كان هناك نقاش وجدل بين الزراعة والموارد المائية دققت من قبل الوزراء وعرضت اليوم بشكل طارق وتم إقرار تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالإعداد للخطة الزراعية بعد موافقة وزراء الزراعة والموارد المائية الخطة سوف تكون بحدود خمسة مليون وخمسمائة ألف دونة للمساحات المروية والتي تحتمد على المياه الجوفية ضمن الخطة سوف تلتزم الحكومة بتأمين كافة مستلزمات البذور والأسمدة والمبيدات للفلاحين وهذا جزء من الدعم الذي سوف يوجه للفلاحين والمزارعين لتنفيذ خطة زراعية إن شاء الله النفذها وبالتأكيد هذه سوف تكون عامل مساعد في تأمين مادة الحنطة إن بدل الاستيراد في ظل أزمة عالمية في هذا الجانب أيضا ضمن التوصيات تم إقرار المصادقة على توصية اللجنة بتعويض المزارعين والفلاحين المتضررين من عدم زراعة محصول الشلي وصرف المبالغ التي قررت من قبل اللجنة المختصة وهي بحدود 120 مليار دينار لأنه أحنا بخصصين تقانون الأمن الغذائي 300 مليار وقسم من المبلغ خصص لزراعة 30 ألف دونم للمحافظة على الأصناف الشلي المتبقي من الفلاحين والمزارعين الذين لم يتمكنوا بسبب شحة المياه والخطة الزراعية سوف يتم تعويضهم من خلال هذا المبلغ الموضوع الآخر أو القرار الآخر أيضا المهم وهي مشكلة الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا وبالتأكيد ماكو واحد من يعدكم ما أغطي احتجاجاتهم ووقفاتهم طيلت أشهر وأكثر من سنة سنة ونصف وكانت إجراءات معقدة بين الوزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التعليم العالي ندري تشهب قانون الموازنة لا والله أكثر من سنة ونصف على قانون موازنة قبل قانون موازنة 2021 بصراحة إحنا مهمة هذه الحكومة يعني حل المشاكل اللي موجودة أمامنا وإحنا نعرف أكو مشاكل يعني ما راح نتعذر ونقول أكو تركة ثقيلة ندري أكو تركة ثقيلة ونعرف أنه أكو تركة ثقيلة وإحنا قبلنا التحدي وإن شاء الله نمتلك من الإرادة والعزم أن نواجه هذه التحديات بحلول وفق صلاحيات كان هناك اجتماع مع المالية مع مجلس الخدمة الاتحادي قبل يوم وتوصلنا إلى الصيغة التي عرضت اليوم على مجلس الوزارة وحصل حصلت الموافقة على التوصية التي هي أقراها بالنص تنفيذا لما جاء بقانون الأمن الغذائي واستكمالا لعمل لجنة الأمر الديواني 35 لسنة 2022 قرر مجلس الوزراء أولا قيام مزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا والبالغ عددهم 74.732 يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بالتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة إلى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد التخصيصات الدقيقة المطلوبة بما يمكن وزارة المالية من استحداث الدرجات أعلى باقي المشاكل يتعلق أيضا العقود والقرار 315 والأجراء سوف تدرس بشكل دقيق لأنه العملية غير واضحة العداد متحركة والأرقام تزايد من 2019 والعملية مستمرة وماكو بالأفق أنه تتوقف أو تنتهي وهذا كله على حساب التزامات مالية لا يمكن أن تصمد يصمد حتى ارتفاع الأسعار اللي في النفط والإرادات اللي نحققها فطلبنا من وزارة المالية أن نتدقق هذه العادات وبنفس الوقت تدرس بشكل مستفيد مع الوزارات المعنية وتقدم توصياتها إن شاء الله بالجلسات القادمة ضمن توجه اللي ذكرته في مسألة إكمال المشاريع المتلكية لدينا لجنة الأمر 45 سنة 2018 اللي تعالج المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع المستشفيات العامة بحدود 21 مستشفى ثمانية منها في بغداد والباقي في المحافظات كثير من المشاكل التي تواجهت هذه المشاريع حتى نعالجها اللجنة عدتها اجتماعات مستمرة اليوم كان عدتها اجتماع أو توصيات مهمة عرضت على مجلس الوزراء وحصلت الموافقة مثل ما ذكرت هي مستشفيات مهمة وخصوصا الموجودة في بغداد مجتمعة هذه المستشفيات ممكن توفر لنا زيادة في الأسرة وفي هذه المجال بحدود 5000 سريرة الموعد التخميني لإكمال هذه المستشفيات سنتيا حسب ما ذكر وزير التخطيط ووزير الصناعة اللي هو وزير التخطيط الأسبق أنا طلبت منه يختصر هذا الزمن بأسرع وقت ممكن وخصوصا المستشفيات اللي موجودة في بغداد لأن لدينا مشكلة في بغداد تختلف عن المحافظات وهذا الملف بالذات راح يتابع من قبلنا شخصيا أول بأول حتى ندلل كل المعوقات وتنطلق هذه المشاريع وتستكبل إن شاء الله في أسرع وقت ممكن هذه أغلب القرارات التي اتخذت طبعا على هامش مناقشة المنهاج الوزاري طلبنا من من الوزراء سيدات السادة الوزراء توجيهات عاجلة ضمن صلاحياتهم تحل مشاكل في مسألة تفعيل قطاعات الاقتصادية يعني مثلا بعد قانون أو قرار خاص بالتصدير لننطي دعم للمصدرين سواء كان للسلع المصنعة نطيم 15% أو السلع النصف مصنعة والمواد الزراعية 10% أو المواد الأولية 5% وهذا من القرارات الدعمة حتى تخلق مشاريع وتشجع رجال الأمال أنه يتبنون هذه العملية أيضا طلبنا منهم أكمال الموافقات اللي تتعلق بمنح التسهيلات لتشجيع السياحة بمختلف أنواعها طلبنا تخويل لكل الممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة اللي يمثلوهم في النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار المشرع العراقي من شرع وجود نافذة حتى شنو نسرأ بعملية منح الإجازات وهذا معمول بكل دول العالم أما أن يتواجد هذا الممثل في النافذة الواحدة هو ما يمتلك صلاحية وبالتأكيد ما راح ينطم الموافقة ويضطر المستثمر يروح للوزارة وتبدي مشوار الابتزاز والروتين وهذا واحد من المعرقلات المهمة أمام المستثمرين فاليوم توجيه واضح وصريح يخول ممثل الوزارة بكافة صلاحيات الوزير حتى يكون صاحب قرار وهو يجلس في النافذة الواحدة ويعطي من موافقة بالتأكيد قانون حماية المنتج هو قانون بالنسبة لي مقدس وسبق وأن عملنا عليه في الفترات الماضية اليوم أيضا توجيه لإكمال الإجراءات من أجل دعم كافة الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال أن نحمي منتجاته نحن نطمح إلى اليوم الذي نعتمد فيه على المنتج الوطني ولا يمكن من دعم المنتج الوطني في ظل سياسة الإغراق التي تواجه السوق العراقية هذا القانون من القوانين المهمة والتي تمثل جزء من الإصلاحات الهيكلية لدعم قطاعات المحركة للإقتصاد هذه كلها قرارات أو إجراءات ضمن صلاحيات الوزارات لكن بين عدم متابعة بين أكو خلل فتأخرت للأسف طيلة الفترة الماضية رغم أنها تمثل شيء أساسي ومحوري لعمل أو تفعيل الاقتصاد أن مواضيع أخرى تحتاج عمل وأيضا هي أولوية بالنسبة لنا مثلا نعدنا لجنة خاصة بإنشاء حساب الخزينة الواحد وهذه اللجنة مشكلة منذ حكومة السيد العبادي وعملنا عليها فترة وتوقفت في الحكومات السابقة لو أنشأنا لو تم استكمال عمل اللجنة لما حصلت سرقة الضمانات الضريبية والقمركية لأن حساب مسيطر عليها بوء الطريقة اللي نفذوا منها السراق والفاسدين في هذا الموضوع صار حديث مع الوزارات المعنية وخصوصا المزارات المالية والتخطيط بشأن إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن أيضاً هذا الموضوع اللي دائماً يذكر ويتعلق بأتمة الدوائر القمرك والضرائد والتسهيل الإجراءات وبنفس الوقت هو يقضع الفساد ويوفر الإرادات اللي يحرم منها العراق كل سنة كذلك توجيه وزارة التجارة بشأن دائرة تسجيل الشركات المتلكئة في مسألة الانتقال من النظام الورقي للنظام الإلكتروني أيضاً توجيه السيد وزير النفط بخصوص حرق الغاز المصاحب والذي يتسبب بهدر مالي كبير ويعطل من مشاريعنا في التوسع بالطاقة الكهربائية واعتمالنا على المستورد عندنا رؤية بهذا الجانب وهناك لقاءات تخصصية سوف تكون مع وزارة النفط إن شاء الله هذا أهم ما تم تداوله خلال هذا الاجتماع التواصل معكم سوف يكون من خلال المؤتمر أسبوعي أسبوع يعني حسب الظروف نتحدث نحن شخصياً في المؤتمر أو الناطق الرسمي بإسم الحكومة لكن بالتأكيد سوف تكونوا معنا أول بأول ونأمل أيضاً منكم دعم الوزارات وفي مسألة نقل الأخبار وتشخيص الخلل بكل مهنية شكراً جزيلاً حسب الاتفاق خمس أسئلة تفضل السلام عليكم السلام عليكم دولة الرئيس أسأل أو أبدأ من عندما انتهيت نتمنى من الوزارات ومدراء إعلامها تعاون معنا مع جميع الإعلاميين حضرتك تعرفني وراح أجدد التعرفي آسر عامر مراسل العراقية الإخبارية شبكة الإعلام العراقي أسأل على الموازنة هل هناك موعد أولي لإرسالها للبرلمان ماذا تتضمن بشأن تعينات خارج حلقة الأوائل الخريجين الأوائل ماذا بخصوص تخفيف نسب الفقر وإيضا سعر صرف الدولار الشق الثاني هل ستجد الحكومة لقاح لجائحة الفساد شكراً جزيلاً شكراً اليوم صار توجيه لكل الوزارات في مسأل تعداد موازنة 2023 وجهنا كل الوزارات في تحديد أولوياتها ومراجعة لموازنة كل وزارة طبعاً نحن حريصين أن نقدم الموازنة بأسرع وقت ممكن خصوصاً قبل بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب ما يتعلق بسعر الصرف وهناك أحاديث وتصريحات حول هذا الموضوع داخل الأوساط الإعلامية السياسية الاجتماعية أريد أن أكد على مبدأين أساسية أولاً هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين يعني ما تتجاوز القانون والقانون قانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية فما يرتقيه البنك المركزي من قرارات من سياسات نحن ملتزمون به وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك المركزي وهو الجهة الوحيدة والمعنية بهذا الموضوع القضية الأخرى أنه قرار تغيير سعر الصرف السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدود الدخل وهذا اللي فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين كحكومة نحن ملتزمين بإجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات وسوف نعمل قريبا جدا إن شاء الله على أصدر هذه القرارات حتى نخفف من معاناة المواطنين السؤال الثاني السلام عليكم دورة ريس الوزراء عليكم السلام أولا مبروك تسلمكم هذه المهمة وانك جاءت متأخرة نتمنى تكون فاتحة خير ليست فقط لكم لكن جميع العراقيين إن شاء الله أسأل جنابك فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية في البرنامج الحكومي الذي تم توزيعه من قبل البرلمان كانت هناك إشارة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال عام لكن في الكلمة التي ألقيتها حضرتك أمام البرلمان لم تشر إلى هذه النقطة سؤالي على وجه التحديد هل هناك انتخابات برلمانية مبكرة ومتى نعم شكرا جزيلا المنهاج الوزاري هو وثيقة رسمية وهو أحد متطلبات نيل ثقة مجلس النواب للحكومة يعني المكلف يقدم منهاج وزاري ويقدم تشكيلة وزارية كابينة الوزارية المنهاج الوزاري جزء من عنده اتفاق سياسي اتفاق السياسي للكتلة اتلاف إدارة الدولة والذي يضم أكثر من 270 نائب أقرب ببند واضح وصريح معلن موجود على الانتخابات جراء انتخابات لمجلس النواب وأكيد هي مبكرة بعد عام الانتخابات المبكرة مو فقط قرار من الحكومة وانما قرار من البرلمان حتى يحل نفسه قبل انتهاء الدورة متى ما قرر البرلمان وهذا جزء من التفاق السياسي اللي هم ماضين به متى ما قرر حل البرلمان الحكومة جاهزة لتهيئة متطلبات الانتخابات أولا احنا متهيئين لانتخابات محلية لا تتجاوز ان شاء الله شهر الآشر 2023 انتخابات مجالس المحافظات لأن اكو فراغ خلاف الدستور اكو رأي على مجالس المحافظات لازم نروح للتعديل الدستوري في وضع وجود المجالس من عدمه او اي تعديلات واكو رأي لا انه اكو عندنا دستور نافذ واكو رأي وقرار للقوة السياسية ان نمضي باتجاه اقامة انتخابات محلية لمجالس المحافظات وفق القانون الجديد لمجالس المحافظات اللي يعالج قضية الاعداد والصلاحيات والتشابك بين المحافظ ومجلس المحافظة وهو بصراحة مهم جدا لاستكمال شكل النظام الاتحادي اللامركزي اللي هو نظامنا السياسي فالحكومة من جانبها ضمن تعهداتها تستكمل كل متطلبات اجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوة السياسية وفق هذا الاتفاق السياسي الذي اقر وصوت عليه مجلس النواة السلام عليكم دولة الرئيس قاسم من وكالة الاسوشيات دولة الرئيس في الحكومة السابقة كانت هناك مفاوضات بين السعودية وايران في العراق بظل هذه الحكومة هل سوف يستمر هذه الجلسات وهل سوف تكون على مستوى وزراء خارجية سوف تتوقف نعم بشكل عام شكرا جزيلا بشكل عام ضمن ايضا منهاجنا الوزار يتوجه الحكومة انه العراق هو دورة طبيعي هو ان يكون محور في المنطقة وهذا الدور الريادي يجب ان يبقى ويستمر ويكون نقطة لالتقاء مصالح الدول للمنطقة وفق المبادئ اللي ذكرناها ومن مصلحتنا من مصلحت العراق ان يقوم بهذا الدور وان يقيم افضل العلاقات وبنفس الوقت يحقق الاستقرار في المنطقة اذا كان هناك نوع من التوتر بين هذه الدولة او تلك جزء من العلاقات او المسارات السابقة سوف نستمر بها وقد تلقينا اشارات ايجابية من كل الاطراف باستمرارية هذا الدور وبالطلب باستمرار هذا الدور وهذا ما سوف يحصل ان شاء الله في اكثر من محور ومن لقاء على مستوى رسمي عالي المستوى ان شاء الله السلام عليكم دولة رئيس المزراء بالبداية نهنئكم تسلمكم من المنصب عمار كريم من وكالة صحافة الفرنسية في فرانس بريس سؤالي عن مستقبل التحالف الدولي في العراق خصوصا الكل يعرف ان هناك قوة سياسية رافضة لوجود هذا التحالف في السابق كيف تتعاملون مع هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا لكم قبل ان يتم تكليفي او ترشيحي من قبل هو الاطار التنسيقي كان هذا الموضوع هو احد المواضيع التي خضعت لنقاش وعلى اساس تم الاتفاق وانتقلنا الى مرحلة التكليف وايضا حصل نقاش ضمن اتلاف دارة الدولة وهو تخويل وتفويض رئيس الحكومة باجراء حوار مع التحالف الدولي ومن خلال الوزارات المعنية حوار مهني فني لتحديد الحاجة من تواجد التحالف الدولي كأعداد تتعلق بالمستشارين وكمهام وكمهام للتدريب للمشورة لتبادل المعلومات وعلى ضوء هذا نتائج هذا الحوار وما يتمخض من قرار حكومي سوف تلتزم به كافة الاطراف السياسية هذه الرسالة وجهت وصلت الى الاطراف المعنية وسوف نشرع ان شاء الله باستكمال هذا الحوار وفق ما مخطط له السلام عليكم دولة الرئيس وعليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام من القناة اي نيوز الفضائية بسؤالي فيما يتعلق بملفات الفساد التي شهدتها الحكومة السابقة سرقة القرن ربما هي الاشهر ايضا ملف تهريب النفط الذي تبه الكشف عنه مؤخرا بالإضافة الاموال السلة الغذائية ملفات عديدة للفساد شهدتها حكومة السيد مصطفى الكاظمي ما هي طبيعة الاجراءات فيما يتعلق بمكافحة هذه الملفات ايضا استرداد الاموال هل هناك نية لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد على غرار اللجان السابقة الفساد هنا خلينا اولوية من توجه من خلينا اولوية يعني مو شعار او كلمة لا اكو برنامج عندنا وبصراحة بدون اجراءات حقيقية تجاه هذه القضايا اللي ذكرتها حضرتك ما رح يكون اي قيمة لأي التزام او اي خطاب على مكافحة الفساد الإدار والمالي مجرد عدد هذه رح يصير المواطن يريد يلمس اكو محاسبة وبنفس الوقت اكو استرداد للمال المنهوم وفقرة استرداد المال المنهوم المسروق من الدولة العراقية من 2003 لحد الان سوف يكون محور اساسي في تعاملنا مع كل دول المنطقة والعالم في اي علاقة في اي اتفاقية في اي لقاء هذا المحور سوف يكون حاضر لن نسكت عن الاموال المسروقة والمنهوبة من الشعب العراقي واللي خرجت خارج العراق والليها موجودة في دول معروفة لفاسدين معروفين نستكمل اجراءات وفق القانون بفريق بلجنة راح نلتزم بالقانون يعني هنا مرة نكرر تجارب كانت او سياقات كانت خلاف القانون تعرف اللجان السابقة المجالس وغيرها احنا متقيدين بالقانون والدستور لكن انا متفق معك انه لازم يكون هناك اجراءات يعني مو من خلال فقط المؤسسات الرقابية راح يكون هناك فريق داعم بتخريجة قانونية لهيئة النزاه والجهات الرقابية هذه القضايا معروفة اليوم حديثنا واضح وصريح مع سيدات السادة الوزراء البعيار الاساسي لتقييم الوزير هو مدى اجراءاته حجم الاجراءات والقرارات اللي يتخفها لمكافحة الفساد لتدقيق العقود والاتفاقات لكل الحكومات وليس حكومة بعينها كل الملفات الفساد في الحكومات السابقة معني الوزير اليوم ومجرد من السلم المهمة وباشر ماهما هو معني من يتغاضي او يسكت على ملف من ملفات الفساد فهو راح يكون تحت طائلة القانون لان هذا عملية هدر مستمرة عملية تستر على سلقة المال فهو مطلوب من عدة انه يخلي مسؤوليته ويحقق بموجب القانون ويحيل الاجهات الرقابية هذا هو واحد من اهم المعايير اللي راح نقيم فيها الوزير الحالي في هذه الحكومة واللي ايضا على اساس يقيم رئيس الحكومة من نطية التعاهد انا اكون بكرة عندي اجراء بخصوص هذه القضايا الكبيرة اليوم المواطن ما يقتنع عنه انت والله جبت سين اللي باقي ل ثلاثة رليون سبعمائة وشي مرتف السجن رجع الاموال هذي اللي سرقت يريد نشوف هذا سين من اللي ورا من اللي يحامي من اللي يطاه هذه المساحة بالتحرك وقاعد يتحرك هو محامينه هنا وهناك هذه منظومة منظومة من الفساد متشعبة وهذه تحتاج وقفة حقيقية واجراءات غير تقليدية حتى نقدر نحد من عدها وتكون رادع لكل من يفكر انه يتجاوز على المال الام ان شاء الله نتجاوز الشعارات والوعود وتكون عندنا اجراءات حقيقية احنا راح نعتمد مبدأ المصارحة والمكاشفة متى ما وجدنا هناك حاجة نحدث مع الشعب سوف نقف هنا ونتحدث بما نصل الي هذا واجبنا وهذا التزامنا امام شعبنا شكرا جزيلا لكم